اشتركوا في القناة الشخصيات المصرية كلهم استاءوا وكانوا فاعلين في صفحة كاملة العنوان الاساسي العلاقات العربية والمسئولية الوطنية للاعلام العنوان الفرع متى نتعلم من دروس الفوضى الاعلامية العنوان تاني مزيع الكوارث تخصص ازمات العنوان التاني جداول المحبة من النيل الى الضرب بيضاء العنوان التالت المغرب بلد عظيم لا يعرفه الحمقة والعنوان الاخير حكاية شعب يتنفس وفن منذ يومين كان فيه افتتاحية في الصدر الصفحة الاولى والافتتاحية عندنا لا تكتب الا في حالات الكوارث او في حالات الحرب كان عنوانه رسالة الى شعب المغرب ان بعدها بيومين عملوا هذه الصفحة وانا اقدر يعني اقول بصورة واضحة جدا ان هناك زخم كبير في مصر اليوم الان وانا بتحدث معك لعلاج ما تم والحلولة دون ان نرى مثل هذه الامور مرة اخرى والحمد لله العقلاء من الناحيتين وعموم الشعب المغربي والمصري متفقين على انه دي حاجة سيئة وجرحة احنا انما في نفس الوقت اه مفهوم مصدره وحتى وزارة الخارجية المصرية طلعت ببيان قالت انه لا يمثل الا صح لحاجة لن يحدث مثل هذا الامر مرة اخرى لا يجب السماح لهذه الامور مرة اخرى وما يجمع بين الشعبين كبير اوي اوي يعني احنا مش بنتكلم عن دول غريبة عن بعض همتكلم على على اخوة واحنا قبل هذه المشكلة وبغض النظر عن هذه المشكلة وهذا البرنامج المشؤوم الاسبوع اللي فات فاحنا بنعمل وسنستمر نعمل لتطوير العلاقات بين البلدين وقبل هذه المشكلة احنا كنا بنعمل على عمل اسبوع ثقافي مغربي في مصر وكان الاتفاق مع السيد وزير الثقافة الاستاذ امين الصبيحي انه في 2015 اتمنى يكون في بداية 2015 يكون في اسبوع ثقافي مغربي محترم يجوب انحاء مصر كلها يعرف الناس بالتنوع الثقافي المغربي بما هو عربي وما هو صحراوي وما هو امازيغي وما هو اندلسي احنا كلنا فخورين بهذا الارث